يعطيكم العافية كيفكم يساعد صباحكم طبعا في كتير ناس حكولي ميس يراجعيننا البدل لانه البدل شوي صعب طيب انا رح اراجع البدل هلا بس رح احكي لك يركز كتير كتير منيح لانه البدل جدا سهل بس بده شوي التركيز هلا البدل عنا يلازم ينقسم لقسمين تمام اول اشي انا عندي لازم يكون مبدل من وعندي بدل المبدل من هو المتبوع والبدل هو التابع يعني الاشي الكبير هو المبدل من الاساس هو المبدل من تمام وانا بدي ااجي لالبدل تمام طب هلا البدل يا ماما الو انواع عندي انواع البدل تلات انواع انواع البدل تلات واحد بدل كل من كل او بقدر اسميه مطابق تمام اتنين بدل جزء من كل او بعض من كل تمام بدل اجتمال هاي الانواع التلات لا البدل بدل كل من كل بدل جزء من كل او بعض من كل وبدل اجتمال تل هلا البدل المطابق او كل من كل له انواع يعني هذا اكبر قاعدة هي بدل كل من كل اذا تبعد قاعدة خطوة خطوة رح تنجح رح تلاقي ان الموضوع كتير سهل مو صعب تمام طيب مع بعض طيب البدل الكل من كل بدل كل من كل بيحتوي على واحد اللقب بعد العلم اللقب بعد العلم هاي اول وحدة اثنين انا لسه ما شرحت اشي الكنية بعد العلم الكنية بعد العلم ثلاث رح ييجي بعد اسم الاشارة اسم معرف طيب بعد اسم الاشارة معرف بقل التعريف هذا عندنا شرط تتذكروا طيب اربعة عندنا اه بعد ايها وايتها ايها ايتها تمام وبعد في عندي خمسة ابن وابنة طبعا انا ما شرحتهم بهذه الطريقة شرحتهم طريقة اسهل تمام بس اليوم بدي انا اعطيها بشكل مفصل جدا طيب اول ايش انا لما حكيت لك يا ماما اللقب بعد العلم ها لقب بعد العلم كيف يعني كان اقول لك ابو بكر الصديق اول الخلفاء الراشدين تمام طيب اول ايش اللقب بعد العلم طيب لو اجيت وحكيت لك وين العلم ايش يعني علم هيك رح اجي احكي لك شو يعني علم العلم يا ماما العلم هو الاسم اسم معرف تمام محمد خالد الى اخره تمام طيب اللقب بعد العلم ابو بكر الصديق اول خلفاء الراشدين ابو بعربها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والمصر والمصر على سيدنا محمد وبكر المضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة ابو بكر ها طلع علي علم ابو بكر علم اسم تمام ابو بكر هو علم تمام رح تجي تحكي لي الصديق هو لقب لقب يعني انا لازم يجي عندي علم زائد لقب العلم هو مبدل من واللقب هو البدل تمام علم مبدل من واللقب هو البدل طب اذا اول اشي عندي علم زائد لقب علم زائد لقب لقب بعد العلم يعني بالاول العلم بعدين لقب المبدل من يعرب حسب موقعه بالجملة لكن اللقب يعرب بدل ويتبع هاي حركة ابو مرفوعة صح لازم يجي الصديق مرفوعة بقدر انا اشطب ابو بكر بحكي ها الصديق اول الخلفاء الراشدين او بقدر احكي ابو بكر اول الخلفاء الراشدين ما اختلف عندي المعنى وما اختلف عندي الاعراب لازم انا كل الاشي عندي صحيح تمام وضحات طيب اتنين الكنية بعد العلم يعني بيجي عندي علم زائد كنية لقد ايجي تحكي لي يا نسطب شو يعني الكنية شو يعني كنية يعني خالد ابو اه ولا ام ها تمام ام احمد ام اسامة ابو رائد الى اخره تمام بعضي بحكي لك محمد ابو ابو القاسم هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انا شو فيه عندي يا ماما انا عندي هاي علم زائد كنية كنية ايش ابو القاسم صح ابو هي كنية نعم فبعرف على السريع يا ماما محمد هو مبدل من ابو هو البدل بدل كل من كل نفسه محمد هو نفسه ابو القاسم وابو القاسم هو نفسه محمد صح يعني ابوك بنادوله ايش بنادوله ابو خالد واسمه رائد رائد هو نفسه ابو خالد وابو خالد هو نفسه رائد هذا اللي انا بقصد فيه بالبدل انه نفس الاشي تمام انا رح احذف محمد واحكي ابو القاسم رسول الله صحيح وابدى اقدر احذف ابو القاسم واحكي محمد رسول الله ممتاز محمد بعربه حسب موقعه بالجملة هون اجت مبتدأ مرفوعه علامة رفعه الضمة تمام ابو بدل كل من كل مرفوعه علامة رفعه الوا لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف القاسم مضاف اليه مجرور اذا اول واحد عندي لقب بعد علم يعني علم زائد لقب بعدين عندي علم زائد كنية ها هيك بدي احفظها بدي ادور على علم زائد كنية علم زائد لقب القاب ممكن تكون ثابتة او مؤقتة ابو بكر لقب الصديق تمام زي هيك انا اللي بقصد فيه طيب ثلاث الاسم بعد اسم الاشارة اسم الاشارة اش هي ماما هذا هذه هذا او هذين هات هاتين هؤلاء اولئك صح تمام هؤلاء اولئك وتلك وذلك وذلك تمام هادول ازا اجو بس عندك شرد زائد اسم معرف معرف بأل التعريف أل هذا أل هذه أل هذان أل ها أل هادول اسم الاشارة هو مبدل من والأل هاي الاسم اللي اجا فيه أل هو البدل هاد محمد غلط محمد تيجي تحكيلي يا ميس اه هو بدل لا يا ماما يا حبيبي مو بدل انا ما حكيت لك اسم معرف انا قلت لك اسم بيبلش بأل التعريف هذه الشجرة ها شوفوا شو الفرق يا ماما ها بحكي هذه شجرة وهذه الشجرة هون الاعراب اختلف شجرة لما اجت نكرة هون اجت نكرة جاءت خبر لكن هون جاءت معرفة بيقالي التعريف بعد اسم الاشارة لذا انا بدي عريبها بدل مباشرة تمام وضحات طيب كمان انا عندي بعد ايها واياتها يا ايها الناس بعد ايها واياتها اذا جاء بعدها كمان التعريف يا ايها الناس ايها الناس طبعا ايها شو بعريبها هون هون ايها او ايتها بعريبها منادة مبني على 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 الضم في محل نصب بس هذا الاعراب على كلمة ايها واياتها ثابت هذا الاعراب لكن الناس كونها اجت اسم معرف بيقالي التعريف فهي اعرابها بدل مرفوع وعلى من رفعه الضمة بدل كل من كل تمام ماما وضحات طيب ديجي لابن وابنة نيجي لابن وابنة سوق قصدت انا بابن او ابنة بحكي لك عمرو ابن الخطابي عمرو ابن الخطابي مثلا من الخلفاء الراشدين تلا علي هلا بن وقعت بن على من صح الشيك بقدر انا احكي ابن الخطاب بقدر احكي عمر هو من الخلفاء الراشدين وبقدر احكي ابن الخطاب من الخلفاء الراشدين صح ولا لا طيب تمام وضحة اذا عمر اذا بن هي اللي قبل هالاسم الاجاهة بحكي عنه هو مبدل من وبن هي بدل بدل كل من كل تمام تمام ارجع احكي عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين بقدر احذف احكي عمر وبن الخلفاء الراشدين وبقدر احكي ابن الخطاب من الخلفاء الراشدين الاثنتان صحيحة تمام كه Büro اذا عمر بن الخطاب هو نفسه بن الخطاب عمر ولا لا اذا بعد بدل كل من كل وعمار بعربها حسب موقعها من الجملة تمام وضحت طب لهون هيك انا قلصت ايش يعني عليك قلصت بدل كل من كل في شغلة انا ما حكتلكم اياها وحسا بعطيكم اياها لما تعطيني صورة لما يكون في عندي تفصيل بحكي الكلام يقسم الكلام الى ثلاثة اقسم الكلام ثلاثة اسم فعل وحرف انا فصلت الكلام صح مش هيك اقصام الكلام في اللغة العربية يقسم الى ثلاثة اقصام اسم فعل حرف اول واحد بعربه بدل بعد التفصيل اشي فصلته يعني اشي له اثنين او ثلاث او اربعة تمام فبحكي اول واحد بيجي بدل طب رح تيجي تحكي لي يا مسرح رح يجي مثلا الكلام في اللغة العربية فعل حرف اسم هل اسم بدل لا يا حبيبي اول واحد اول واحد اللي بعده بعربه اسم معطوف او نعت اذا ما كان فيه عندي حرف عاطف طبعا انا عندي حرف عاطف تمام اسم معطوف اسم معطوف وضحات وضحات بس هلا التفصيل بدل بدل الجزء من كل انا بدي الكل الكل هذا عندي هو عبارة عن اس الكل هو عبارة عن المبدل من واخدت منه واخدت منه اش صغير الجزء هذا هو البدل تمام قرأته الكتاب جزءه او نصفه او الى اخره تمام وضحات الكتاب هو الكل والنصف هو الجزء طبعا هاي اذا انا وضحة عندي جزء من كل الكل هو المبدل منه اخدت منه اش بسيط اكلت التفح بس ما كملتها كاملة نصها النصها هو جزء من الكل فانا بحكي عن الجزء هو بدل بحكي بدل جزء من كل اعرابه في الغالب في بعض الاحيان يتصل به ضمير عاعد على الكل نصفه ونصف مين نصف الكتاب وضحات تمام اذا بدل جزء من كل هو بدل جزء حقيقي من ايش من الكل جزء حقيقي منموس انت بتقدر تلمسه شربت فنجان القهوة ربعه تمام ما تملته ما قدرت تكمله فهذا ايش جزء حقيقي من الكل بدل الاجتمال بدل الاجتمال عكس هاد جزء معنوي ما بتقدر تلمسه اعجبتني الفتاة الفتاة فرضا نحكي ايش ممكن اعجبتني الفتاة اخلاقها اخلاقها هل الاخلاق هي جزء من الفتاة صح لكن هل هي جزء حقيقي من الفتاة لا يعني مثل شعرها مثل راسها عيونها ايه الى اخره ليست جزء حقيقي ملموس ما ايشي ما بلمسه انا الاخلاق ما بتلتمس النظام لا يلتمس ايه مثلا الشعاء ما بنلمسه نقدرش نلمسه فانا بحكي انه هذا بدل اجتمال من مين من الفتاة الفتاة مبدل من والها على مين عائدة يا ماما هائدة على الفتاة ها اخلاقها شفت الفرق بين الجزء من كل واجتمال جزء من كل اشي حقيقي بقدر المسه لكن اجتمال مستحيل تلمسه وضحات هاد كل موضوع البدل بتمنى انكم تستفيدوا ويعطيكم الف عافية اذا فهمتوا واي سؤال على المنصة التعليمية بعثوا لي تمام يعطيكم الف عافية